حياتنا احنا الموضوع اللي فتحناه قبل الفاصل موضوع مهم جدا 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 وعملنا كده برينستورميجي انا وشيري عن انه الدي اسة تطورت في الخمسين سنة اللي فاتت صحيح والراجل مش ما تطورش عشان هو مش عايز يتطور ولا ماشي قادر يتطور هي الظروف من ساعة الحروب العالمية اللي مرت بيها الانسانية اضطرت في فترة من الفترات وخصوص الحرب العالمية التانية اضطرت ان الستة تنزل تشتغل عشان الرجال كلهم كانوا بيحاربوا فالستة كان لازم تنزل تاخد مكان الراجل وقال للدنيا هتوقف وخصوصا في المصانع الحربية يعني هو ده بقى المفاجأة الكبرى من هنا بدأ التطور السريع للست والراجل لان الغاية تبرى الوسيلة ولان الستة كانت محتاجة التطور ده وكانت عايزاء فمشيت فيه بسرعة الراجل ما كانش شايف اي اهمية انه يتطور ويتطور يروح فين ما هو مستقل ما هو راجل هو راجل هو الراجل هو الراجل وتحمل مسؤوليته وتمامه هو زي الفل التطور ده عمل عدم اتزان في علاقة الراجل بالست وبقى فيه مشاكل كتير بيعاني منها الراجل حقيقي ويمكن الست هي السبب فيها وضغوط كتير في الحياة الراجل بيمر بيها على المستوى النفسي كمان والعصبي بسبب التطور السريع اللي حصل للست وعدم قدرته على مواقبة التطور ده وعدم استيعابها لان موقفه هو كمان صعب عن الموضوع الملعبك قوي ده انا مش عارف انا بقول في ايه هنجحلم كتير لانه موضوع مهم قوي وعايز اقول لكم حاجة يمكن دي نقطة مهمة جدا ومفتاح مهمة قوي لمشاكل زوجية كتير بيعاني منها الناس اليوم من دول معانا الدكتور محمد المهدي استاذ الطب النفسي زك يا دكتور اهلا بيك يا دكتور من السابقة هي الاولى من نوعها اه هلتكلم عن نفسية الراجل والله يا ربنا يجبر بحطير ما بيحصلش كتير هكتبه ورانا عشان مش هتتكرر وما تتعاودوش على كده كمان لعيه انه فعلا كل الكلام على الستات ويفيش حد بي ما فيش ولا حلقة مشوفتها طلع لبوك blew hakei دكتور طالب حد بيتكلم عن الراجل حتى اليوم العالمي للرجل كان يوم للتنمر على الرجال اه اه والله كلت نذلة افيهات داخت بال خدوها بترياقة بسخرية كميكس CA على رجالة ما حاجةش قاله انا اساسا انا انفاجعت في الحلقة دي اللي كان فيها معالمية拉رجالة وناس كتير محستش بيه ما كنتش عارفه واللي حس التارية